روايات الحكوميات المتعددة حول مصفى بيجي أصبحت مثاراً للشكوك على مواقع التواصل الاجتماعية خاصةً وأنها تبعد الشبهات عن السارق الحقيقي الأكبر لأكبر مصفى النفطي في العراق وفي المنطقة رواية السوداني لشيوخ ووجه بيجي أثرت استغراب الجميع عندما نسب إعادة المعدات المسوقة من المصفى إلى مواطن احتفظ فيها في أقريم كردستان من دون الإشارة إلى الجهة التي باعت هذه المعدات بعد سرقتها وتفكيكها بعد عمليات التحرير عام 2015 ومن ثم تم تهريبها إلى إيران ما يفند الروايات الحكومية ويكشف الجهة المسؤولة عن هذه السرقة الكبيرة هو عثور قوة من شرطة كاركوك على 14 مولد عملاقة ومعدات لتصفية النفط الخام وزيوت الوقود وغيرها من المعدات الهامة خلف منطقة الحي الصناعي الجديد في كاركوك والتي كانت تحت سيطرة فصيل مسلح قام بنقل هذه المعدات من مصفى بيجي إلى كاركوك بعد أحدث عام 2016 سيطرة فصائل منظوية في الحج الشعبي على محافظة الأنبار وصلاح الدين الفصائل هناك حلت بدلاً من داعش في نهب ثروات البلادية من النفط أذ فرضت وجودها في مصفى بيجي حتى تسليم آخر جزء فيه لقيادة عمليات صلاح الدين عام 2020 حيث تعتبر المصافي أيضاً والمؤسسات التي تسيطر عليها مصدراً لجني المال مصفى بيجي إذن يحتاج لأكثر من عامين لعودة عمله بشكل طبيعي مثلما كان في السابق والحكومة غير قادرة على تشغيله بكامل قوته بما عاد من مسروقاته والتي لا تساوي واحداً بالألف من معداته الحقيقية فهل تصر حكومة السودان على تبريئة الفصائل من سرقة مصفى بيجي عبر الساق التهم بجهات بعيدة كل البعد عن هذه الأحداث ترجمة نانسي قنقر